اليوم طبعا سعيدين بالمشاركة بالمؤتمر الصحفي لأولمبياد التعليمي هذه هي أول تجربة في مملكة البحرين والهدف منها طبعا تشجيع التنافس في مجال التعليم بين طلاب المدارس وطبعا الفكرة المسابقة راح تكون تتضمن عدة مسارات يمتحنون فيها الطلاب وفي فائزين من خمس فئات وإن شاء الله طبعا في النهاية يخدم التعليم في مملكة البحرين هذه النوع من الفعاليات جدا مهم لمملكة البحرين حيث أننا نتطلع إلى تجربة جديدة ونقلة نوعية في المجال التعليمي بلا شك نظرة جلالة المالكة وولي العهد وأيضا وزير التربية نقلت التجربة التعليمية إلى أبعد الحدود اليوم نشوف أن هذه النوع من الفعاليات راح يعطي طابع جديد ويعطي دفع جديد للطلاب المقبلين على دراسات الجامعية نحن اليوم نتطلع أنه يكون هناك استدامة للعملية التعليمية تخصصات جديدة تخصصات نحن ما شفناها من قبل فنطمح إلى هذه النوع من التجارب وهذه النوع من الفعاليات ونطبح أن العدد اليوم اللي راح يسجل في هذه الفعالية يكون رقم قياسي ويدخل جنس نحن نطمح إلى جنس وبالفعل هناك العديد من الوجهات التعليمية الأجنبية اللي هي قاعدة تشوف اليوم التجربة التعليمية في البحرين جدا عالية وعندهم مثل ما تقولين الوجهات التعليمية الأجنبية اليوم تطلع إلى التجربة التعليمية لوزير التربية وزير التربية بالنسبة لهم عندنا اليوم هو يعني مثل ما تقولين شيء جديد شيء نابع شيء غريب فهم قاعدين يشوفون ان التجربة البحرينية جدا ناجحة التعليم في البحرين عندنا جدا ناجح وهم قاعدين يطبقون هذي النوع من الابروتش مثل ما نقول فاحنا نطمح ان هذي الفعالية تنقل التجربة البحرينية في التعليم الى أبعد الحدود We actually are now on seeing this program This is the first time it's happening in Middle East The largest educational event that is called Vedic Pandathalan 2024 This is basically for the school students to understand and assess their competency and wherever it is lacking we will help them to increase or enhance their competency to crack any competitive exams across the globe to get scholarships and admissions anywhere in a premium university That is what the objective of this program This is going to happen on November 2nd at Addy Park Afternoon 2.30